أسألك كده على شوية أسئلة فيها تباديل وتوافيق كمان الوينشو محمود علاء ولا الوينشو عبدالغني في الفترة الحالية الفترة الحالية ووينشو عبدالغني مسلوسي ولا حزم إمام والله أنا كنت شايف حزم أمام ماشي كويس جدا هو بس إصابة حزم أمام اللي بتضطر أن تشوف المسلوسي أنا كنت أحب أشوف أحمد عيد كمان لكن أنت دلوقتي محتاج بقى مسلوسي يحط رجل على أرض أكتر لعب مباراة كان أقدم شوط أول جيد شوط تاني يعني عادي هجومين عادي لكن أتصور المسلوسي يكمل شوية بك شمال فتوح ولا عبدالله جمعة والله بص هو التفرة الرهيبة الفتوح حد مش كان متوقع بصراحة فعلا الولد تقل جدا وده اللي ساعات منتلف يعني المنتخب بيتقل وده نقطة ساعات الناس بتصفى من لما نقول العيد ده محتاج يروح المنتخب أو ده لعيب دولي ولا مش لعيب دولي أيوا فعلا فيه ناس بيتصبر عليها جوال منتخب يعني وفيه ناس لا فيه ناس ما بيلعب ما بيروحوش منتخب أصلا فلما فتوح فعلا راح منتخب وبدأ ياخد ثقة في اسموح لعب كتير برضو فالأمور تحسنت جدا معا أنا شايف أن عبدالله جمعة ممكن يكون مناسب بعض النبارات لكن بشكل عام فتوح حاليا ممتاز دفاعيان جايد جدا أحيانا في بعض النبارات المعاربة للمساحات الدائعة عبدالله جمعة ممكن يكون أنسب شوية لكن بشكل عام فتوح لعب ياخد المشاوير طويلة جدا يمكن لما يكون في بعض المبارات مطلوب أن البك الشمال يقوم بالجابهة لوحده زي ما بيقولوا كده لا خط عبدالله جمعة ساعته يعني فهم قصدي لأن عبدالله جمعة عنده قدرة يشيل جابهة هجومية لوحده مش محتاج يسند كتير على جناح أو لعب وسط ويطلع تاني يستلم الكورة لا هو بدون كورة قصدي بالكورة عبدالله جمعة يمكن يكون متفوق شوية على فتوح لكن فتوح في الانطلاق بتاعه يمكن يكون أفضل شوية من عبدالله بقى مركز المهاجم بقى جزيري ولا مران حمدي ولا أسامة فيصل والله دي برضو من النقطة اللي أنا كان لها تحفظ شوية على الباتشيكو فيها أنت دلوقتي داخل كنت داخل المبارات تانجت واضح أنك ناوي تلعب بأسامة فيصل أو ممكن غيرت رأيك في النهاية ممكن ماشي فأنت لازم تدي أسامة فيصل قبلها صح أنا شايف أن إنت لو ناوي تلعب مبارات التراجي بأسامة فيصل يبقى إلعب تاني بأسامة فيصل لازم الولد يأخذ أنا أخبر لدينا أنه يلعب بالجزيري لهذا اللي متوقع يعني المتوقع أنه يلعب بالجزيري لأنه يعتبر ما بين التلاتة الأفضل والأجهز لكن إنت مش عايز تحط نفسك في موقف تاني الولد يبقى تايه قدام التراجي مبارات كبيرة مبارات تونس مبارات مش سهلة فلازم يأخذ وقت كافي لو هتلعب على الأقل نص ساعة يعني لو مش هلعب أساسي يبقى على الأقل نص ساعة مش لينزل يلعب عشر دقيق وتحس أنه هو مش جاهز ومش حتى تريجرال في النار